فهذا الموضوع أكثر سؤال فيقول لك أن لو في كتلة تقلم أو ما تقلمش أي أحسن فلو كانت تقلم مفروض تكون أحسن باعتبار أنها أقرب للالتهاب صح؟ هي إذا كانت مؤلمة تكون التهاب لكن إذا كانت كتلة غير مؤلمة هي تكون ممكن تكون سرطان باحتمال أكبر بكثير فلذلك نحن نخاف دائما من الكتلة غير المؤلمة فهذه نقطة مهمة يجب التركيز عليها والكتلة اللي مش مؤلمة يعني احتمال كبير تكون سرطان ولكن ممكن تكون عبارة عن تكيس أو تيبس أو دهون متكلسة ففي مازال احتمالات مش لازم تخاف ولكن لازم تراجع الطبيب على الفور هذه هي أهم نقطة في الكشف المبكر أنك مجرد ما تحس أنه في كتلة في التدي يجب أنك تذهب إلى طبيب مختص حتى تؤكد أو تنفي أنه موجود تغيرات سرطانية طيب بالنسبة للأعراض دكتور أعراض سرطان التدي شو ممكن تحس السيدة من أعراض وتغيرات خلاف عن الكتلة يعني طبعا فيه أعراض ممكن السيدة أنها أثناء فحصها لنفسها أنها تبدأ تحس فيها إذا كان السيدة تنتظر أنه تكون الأعراض كبيرة جدا فبكون هذا مرحلة متأخرة نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة نريد أن نكون في المرحلة المبتدئة ميزة السرطان التدي أنه أول ما يبدأ يتكون يبدأ يشد الروابط في داخل الجلد بتاع السدي يعني كيف؟ يعني هو مجرد ما يبدأ يتكون كأنه الجلد بتاع السدي يبدأ يغور داخلا يعني مثل يعني كأنه ينكى مشه يجبد معها في الأربطة هذه أولا الأربط هي بيبدأ يشدها حوالي نفسه فيبدأ في الجلد بعض التغيرات أنه مشدودة إلى الداخل خصوصا مثلا منطقة الحلمة اللي هي في الثدي المنطقة المركزية اللي ترضع منها السيدة منطقة الحلمة إذا كان غارت إلى الداخل وهي كانت طبيعية هذه من أهم علامات السرطان في الجلد العادي الآخر مجرد ما يبدأ بعض النقاط تدخل إلى الداخل مثل إحنا بنسميها مثل جلد البرتقال مثل قشرة الليمون مثل قشرة البرتقال أو قشرة الليمون أنها في عندها بعض النتوآت إلى الداخل يعني نحس فيها مسامات واسعة قشرة البرتقال في مسامات واسعة فهذا هو المنظر يعني أي تغيرات بشكل التدي الخارجي أو تغيرات بالجلد أنه شد إلى الداخل أو تغيرات إحمرارية يعني حوالي الحلمة مع بعض التقشرات في الجلد أيضا هذه ممكن تكون من العلامات المبكرة لسرطان التدي ترجمة نانسي قنقر